السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا حسب إحصائيات معهد غوبايت كوخ الآن سبعة مناطق من أعلى عشرة في ألمانيا منتشر فيها هذا الوباء هي مقاطعة نوتغاين فيستفالن عبتم اعتبار ذلك في الصحافة أنه ليس مصادفة قياسا لأنه الإجراءات في مقاطعة نوتغاين فيستفالن كانت يعني الأقل تشددا بشكل عام والأكثر يعني سرعة من حيث تخفيف الإجراءات فالآن طبعا وانتشار أيضا الوباء في معامل صناعة اللحوم أيضا الموجودة في مقاطعة نوتغاين فيستفالن ساهم الآن بأنه سبعة من عشر مناطق هي الأعلى في ألمانيا من مقاطعة نوتغاين فيستفالن المناطق هي تحديدا نعرف كوتاسلو أكيد عدد الحالات الوحيدة هي الآن في ألمانيا فوق الخمسين حالة لكلمية ألف مواطن تحديدا 164.2 عندنا طبعا كريس فاغندوف نعرف كمان في مقاطعة نوتغاين فيستفالن عندنا الآن ديسلدوف في نوتغاين فيستفالن عندنا أيضا فيزل في نوتغاين فيستفالن كريس ويزل لدينا هاجن كمان كريس شتاة هاجن أيضا منتشر في هذا الوباء نورتغين وستفالن دوسبوغ نورتغين وستفالن وهم نورتغين وستفالن إذن سبع مناطق من أعلى عشرة في ألمانيا هي من مقاطعة نورتغين وستفالن الثلاثة الأخرى من العشرة الأعلى في ألمانيا هي جوتيغن في نيدرزاكسن لأنه منعرف جوتيغن كمان تشر في الوباء في المباني العالية لدينا أيضا أولدنبوغ في نيدرزاكسن نعرف كمان لأنه انتشر في فيزنهوف كمان قبل عدة أيام في معمالي صناعة لحوم الدواجن أيضا زبح الدواجن كمان انتشر في هذا الوباء هذا هو السبب منه موجود الآن كمان على القائمة والمنطقة الثالثة هي كوبوغ من باين علما أنه كل هالمناطق هي تحت الخمسين حالي لكلمة ألف ماطن قلنا معادة بيوتاسلو اللي في الحالات أعلى من خمسين لكلمة ألف ماطن قلنا 164.2 تحديدا بالنسبة الآن يعني لموضوع انتشار اللحوم أيضا في دراسة بريطانية كندية عبتتحدث أنه ليش عبتنتشر عبينتشر هذا الوباء بشكل كبير الآن في معامل صناعة اللحوم واللي شفناها بالفترة الأخيرة السبب هو الظروف اللي عب يتم العمل فيها عب يقولوا أنه هذا الفيروس يعني في درجات الحرارة المنخفضة ممكن يعيش تمدد سنتين وبالتالي الصالات اللي بيتم العمل فيها في معامل صناعة اللحوم بتكون درجات الحرارة فيها منخفضة ناقص 12 طبعا مشان اللحوم ما تقرأ وتكون تبقى صالحة لاستعمال والاستهلاك البشري فهي درجات الحرارة المنخفضة وايضا العمل العمال تحت الضغط والصوت العالي بيضطروا يحكوا مع بعضهم بصوت عالي العمال ضمن يعني معامل صناعة اللحوم وبالتالي هذا الشيء بيؤدي إلى يعني طرح كمية أكبر من الرزاز بين الفم لما بيتم التحدث بصوت عالي هذا الشيء عبساعد على الانتشار والتجمد والأسطح المعدنية كل هالعوامل المجتمعة بشكل عام عبساعد انه على انتشار هذا الوباء في معامل صناعات اللحوم اللي عم نشوفها الآن في ألمانيا هاي إحدى التفاسير العلمية اللي عبساعد الحديث عنها ازدياد الخلاف بين ألمانيا وتركيا حول موضوع السياحة وتصنيف ألمانيا لتركيا كدولة لا ينصح حاليا بالسفر إليها يوجد تحزين من السفر إليها مثل العديد من دول العالم الأخرى الآن ظهرت الأسباب الحقيقية من الطرفين اللي عب يتم الحديث عنه انه ليش لسا لا يزال تصنيف تركيا هكذا طبعا تركيا منزعجة جدا من هذا الموضوع وزير الخارجية التركيا عب يقولون لا يوجد أسباب منطقية أو علمية تستدعي انه تصنيف تركيا هكذا من قبل الحكومة الألمانية الحكومة الألمانية على ما يبدو الآن الصحافي عب تحدث عن الأسباب الحقيقية اللي لا يزال بسبب تركيا مدرجة على قائمة الدول التي لا ينصح بالسفر إليها ألا وهو عب يقولوا أنه ما بدون المواطنين الألمان في شغلة بتركيا لما يصاب شخص بأوباء يتم معلشته بتركيا أيضا بدواء الهيدروكسيكليوكليوكوين اللي هو دواء ضد المالاريا إنه لا ينصح بالستعمال وغير منظمة صحة العالمية أوروبا ألغت استعمال وألمانيا لا تستعملوا نهائيا هي ضده تماما بسبب كسرة العراض الجانبية له وما هو معروف إذا كان فعلا بفيد بشكل حقيقي في معلشة هذا الوباء فبسبب هذه النقطة تحديدا المصادر من الوزارة الخارجية الألمانية والحكومة الألمانية بتقول أنه لو المواطنين الألمان بتركيا لما كسياح إذا انصابوا مثلا بهذا الوباء هنيكي واضطروا أنه يتم نقلوا المشفى لمعالشتهم سيتم يعطون هذا الدواء نحن ما بدنا مواطنيننا ياخدوا هذا الدواء هي إحدى الأسباب اللي يتحدثوا عنه من جانب الحكومة الألمانية أما وزير السياحة التركي ففي مقابلة أيضا على الفيديو تحدث عن أسباب أخرى أيضا قال أنه ألمانيا أيضا هدفها هو إبقاء السياح الألمان في أوروبا نعرف نحن أنه تركيا بتعتمد بشكل كتير كبير على السياحة يعني هي بحاجة السياح الألمان أيضا اللي بيجوا سنويا إلى تركيا وبيصطوفوا وهل سياح طبعا بيصرفوك مليارات اليوريات يعني بشكل طبيعي فعبيقول أنه إحدى الأسباب كما أنه ألمانيا هي أنه مثل يعني سياسة موجهة عبتحب توجه السياح الألمان إبقاء ضمن دول الاتحاد الأوروبي نعرف تهم الآن رفع الحظر ويمكن السفر في أوروبا والقضاء العطي الصيفية في أوروبا أنه مثل كقرار سياسي لمساعدة دول مثلا مثل إيطاليا أو إسبانيا ربما أو اليونان الشركاء الأوروبيين أنه يتم إبقاء هاي الأموال ضمن ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي بدل أنه تذهب إلى الدول الأخرى فهو قرار سياسي بحث يعني هذا كمان الانتقاد اللي يوجهه أو التفسير اللي يتحدث عنه أيضا وزير السياحة التركي بالمقابل كمان الحكومة أو وزارة خارجية ألمانيا بتقول السبب الثاني الآخر الوجه هو أنه نحن بالنسبة لألمانيا عنا معهد غوبا تكوخ عبيقول أنه الرقم هذا خمسين لكلمية ألف مواطن هو الرقم المثالي لازم ضل دائما تحته عبي تم اعتبار أنه في تركيا هذا الرقم أعلى من خمسين لكلمية ألف مواطن قلو الوزارة الخارجية لألمانيا وبالتالي عبي تم إبقاء تركيا كدولة لا ينصح بالسفر إليها أو يحذر من السفر إليها حاليا ومع ذلك طبعا نحن نعفن في العديد من المواطنين الأتراك عايشين في ألمانيا ومن أصول تركيا على الأقل فأنت مسموح مع ذلك رغم كل شيء يعني ما فيه حدا يمنعك أنه تسافر إلى تركيا ولكن لا ينصح أو يحذر من السفر إلى تركيا هاي كانت أهم الأنباء أتمنى أن أكون أفتكم من خلال هذه المعلومات دمتم جميعا بصحة وخير وسعادة وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته